اهلا بكم مشاهدينا من جديد نبدو النشرة من الشأن المحلي حيث عقدت بالعاصمة التركية أنقرة اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة برئاسة الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء التركية المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شمشيك وتم خلال الاجتماعات التأكيد على دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البحرين وتركيا وأيضا زيادة فلس الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وفي هذا الإطار تم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والقطاعات الحيوية وفيما يتعلق بالتبادل التجاري تم التأكيد على وجود أفاق واسعة لزيادة المعدلات الحالية للتجارة والاستثمار المشترك وترحيب باتفاق التعاون الذي وقع في شهر مارس من العام الماضي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية التركية وكذلك من عقاد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك على همش أعمال اللجنة دشنت برصة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي اي بي اف برنامجا تدريبيا يهدف لتعزيز مهارات الاستثمارات والتداول عند المواطنين هذا ويهدف البرنامج التدريبي إلى تشجيع المهارات التجارية بين طلبات المدارس والجامعات وأيضا العاملين في القطاع المصرفي إضافة إلى عامة أفراد المجتمع الذين يرغبون في الدخول في مجال الاستثمار والتداول وسيطلق معهد البحرين بي اي بي اف برنامج محاكاة فريد من نوعه تحت مسمى التداول والتحليل المالي لتحسين المهارات العملية والمعرفية للتداول بالأسهم والسلع والعملات الأجنبية ويتكون البرنامج التدريبي من ثلاث مراحل تجتمل على التحليل الفني واستراتيجيات التنفيذ في أسواق الأسهم والسلع إضافة إلى أسواق تداول الفوركس نحن سعيدين جدا بتوقيع هذا الاتفاقية وهذا الاتفاقية ليس تفاقية عامة ولكن لها توجه واضح وهو تكوين منصة تشمل جميع البرامج التدريبية والإنبستور إيجيكيشن يعني بروغرامز لجميع الفئات العمرية والفئات المستثمرين وهذا المنصة راح تشمل الكورسات اللي تقدم حاليا أو البرامج التدريبية تقدم حاليا في بورسة البحرين واللي راح تقدم من قبل بي اي بي اف يهدف هذه البرنامج إلى التوعية الاستثمارية وزيادة التوعية عن التداول وعن الأساسيات التداول في البحرين وبيكون إن شاء الله البرنامج يبتدي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية البي اي بي اف في البحرين وبيكون برنامج تدريبي عن طريق قاعة التداول الافتراضية اللي عندنا في المعهد كشف الرئيس التنفيذي لشركة أنوفيست مراد الرمضان عن نية الشركة توسعة رقعت استثماراتها في مجالات العقار والخدمات الاستهلاكية والقطع المالي على مستوى منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وقد أوضح الرمضان للنشرة الاقتصادية أن الشركة تمكنت من تزديد ما يعادل 31% من التسهيلات التمويلية بفضل إعادة التفاوض على شروط تمويل مناسبة مما ساهم في تحقيق تخفض يقارب 74% من تكاليف التمويل مقارنة مع العام 2015 وقد بير الرمضان أن الشركة ستبقى حذرة من المخاطر المحتملة إزاء الفرص التنافسية من أجل الاستفادة من خلق فرص استثمارية جديدة وذلك تماشيا مع استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2016 و2018 كانت سنة جيدة ورجعنا فيها إلى الربحية بعد سنوات صعبة مرة تشارك فيها الحمد لله أداء الشركة الحين أفضل حددنا استراتيجية ثلاث سنوات للمجموعة كان أول سنة في الثلاث سنوات كانت 2016 والحمد لله حققنا الهدف الأول اللي هو العودة إلى الربحية الأهداف الثانية في السنوات الثانية والثالثة إن شاء الله عندنا الخطة اللي هو مواصلة للأداء الجيد وتحقيق الربحية بالإضافة إلى التنوع في المحفظة الاستثمارية جغرافيا وفي القطاعات والآن مشاهدين نترككم مع أسعار طرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة